لا هو موضوع أولاً موجود هذا الموضوع بس بنسبة معينة لأنه بالنتيجة الإنسان يتأثر بالمحيط به وأقرب واحد محيط به أكيد صديقة فممكن هو حتى يتأثر به من حيث لا يشعر فهو مو موضوع أنه فوقر لكنه أكو واحد مثلاً متشام طاقة سلبية هاي الطاقة السلبية راح تنعكس عليك أنت سيحصل مرآته بالنتيجة أنت ورا فترة من الزمن نشوف نفسك أنت مصار سلبي من دول ما تشعر طبعاً يعني فموجود هذا الموضوع لا يعني إذا حالته مثلاً مادية زينك؟ حتى الأمور المادية هسا خلينا نقول ذا ذيت الأمور المعنوية هس الأمور المادية أيها ممكن لأن مثلاً هو ذا غني فممكن يشغلها كوية ممكن تكون صفقة بوجودك ها واقع يعني يعني إذا حالته يعني خلينا نقول تعبانة مو ميسورة تورة كوية ليتوا ممكن 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 بس معنوياً مع يعني أنا شخصياً مثلاً بتجارب أكون الناس مثلاً داماً متشائم يعني بحيث يعني هو رات بأكثر مني يعني أنا صديق هو هو رات بأكثر مني أمور أحسن والله وفق بالأكس أنا أفرح لأن صديقي بالنتيجة بس أربع عشرين ساعة ما عندي الوضع بحيث حتى انت تتمل منه فأني مصادفة وعادة أبتعد عن ناس السلبي لا مو شرط يعني حسب كل واحد وحسب طبيعة الإنسان يعني مو شرط يعني إذا هذا الشخص خلي نقول داتش أمور أو هاي أنا مو أمشي لا يعني بالعكس أنا أشجعه وأحاول يعني أدفعه للأمام وداماً ننطيق إيجابية بالحياة زيزدة هو بالعكس يعني مثلاً هناك وناس كل هذا لا تمشيوا يا يحذروك ترى يا باه هذا فقر يعني سائر مثلاً توياتش أو محذريش من شخص معينه وصدقه وقعته لا أنا مو من هذا النوع بس إذا شخص يعني إذا كان يعني يسبب لي أذية أكيد راح أبتعد عليها بس إذا ما بسبب لي أذية أنا بالنسبة إلي يعني رأيي شخصي ما أأخذ بهذا الرأيي بس بالعكس أنا دائماً أحب أشجع الجميع يعني على فعل الأمور الزيانة ودائماً حتى اللي خلي نقول اللي داتش أمور أحنا نساعده ماكو أمور مادية مرات يقول لك هذا فقر يعني أخو مصارف فقر أكو والله هذا التعبان هذا الما يشتغل هذا الطائح حظة لا تمشوا إياه نسمع هاي السؤال يعني هاي بس صار بكو معي والله صائري هاي مو أغفت صراحة يعني أنت تأثرت يعني مثلاً صارت تجربة بكم وصارت تأثرت بها الصراحة لا صارت بيهاي بس أنا ما تأثرت يعني أنا وعيت شنون إحنا نقولها صحيت ما كملت وقفت يعني فأنصح يعني الشباب يعني أنت تعرف يعني مصلحتك وتعرف الناس الصح والناس الخطأ وتعرف الإنسان الناجح والصديق الوفي مثل ما يقول الصداقة مواقف و يعني مواقف يوقف لك وتوقف لها يعدنا بالعراقية فأصح الشباب يعني أنت تشوف الصديق التعبان حش السامع الميفيد خلاص ابتعد عنه شوف حياتك إحنا ناس التطور عندنا شوي عندنا عمار صار يعني الحمد لله بالعراق